أنا ما هي بسيطة وساعة عظيمة ويوماً الله ينجينا وانتم منه يجي المؤمن رأي السهم ذا اللي قدمها الخيري ولا رأي الصدقة هم له في ظل صدقته الناس ميتين من الحر وهم ظلنا الله عليه بظل هذا الصدقة المئة هي الريال ولا الثلاثمية ولا حتى مئة ريال اللي بذلها وما عند الله خيره وأبقى فأدعوكم ويدعونكم أخوياء كلهم اللي معي وندعيكم دائماً لهذا الوقف لأن الدال على الخير كفا عليه ولا لا يا أبو سعود لا شك لا شك أنا أقول بارك الله فيك هذا الوقف سوف يتم يعني هو الآن على وشكاً ينتهي ويتم ومثل ما تفضلت الآن أكثر المحلات حجزت من قبل بعض التجار الاستثمار فيها فأنا أقول هل أنت سوف تبادر فالسابقون السابقون الله جل وعلا يقول في القرآن السابقون السابقون والصدقة همرها أمر عظيم واليوم تيسر تصبحت بين أيدينا يعني الخير الآن في حثلك الخير في مخباك في هالجوال تطلعه إن أردت الخير فهو بين يديك وبعدين هذه الجمعيات جمعيات موثوقة وتحتمض الله الدولة ولها كنترول ولها مراقبة وكل شيء محفوظ فريالك وصدقتك في أيدي أمينة بإذن الله عز وجل يعني هذه الصدقة سوف تذهب لمستحقها بإذن الله وباقية ما بقيت السماوات والأرض هذه حسنات تجري مستمرة حتى قيام الساعة من أول ما أحد يوقف ولا أحد يحط وقاف إلا أصحاب الأموال وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الأملاك اليوم حتى الإنسان صاحب الدخل المحدود يستطيع أن يوقف بمئة ريال أو بمئتين ريال أو بثلاثمئة ريال أنا يحضرني قصة عن الصدقة يا سلام تفضل لعلي أوردها فالصدقة سبحان الله العظيم أمرها أمر عظيم وصدقة السر تقي مصارع السوء هذا رجال في الزمن السابق والظاهر في بداية حكم الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يقول مقيل بغنمي في ذاك الشعيب الشعيب يقول في طلح يقول مقيل ويقول حنا في القيض في عز القيض يقول حنا بخير لكن يقول نذل من الحنشن ونذل من الحرامية ونذل من بعض قطاع الطرق يقول مقيل بغنمي في ذاك الشعيب يقول سبحان الله العظيم لاح في عيني فعلو الشعيب مثل الزول يقول حنا القايلة يقول معزاي مقيلة وأنا مقيل يقول معي دابتي مركوبتي لي معها الظاهر نحي ما رجلكم الله يقول عليه زهابي وعليه جربتي وعليه يقول يوم شفت الزيلة في عيني قلت هذا ما حيشه لي ولا سروق ولا يقول وانا اخذ مشعابي يقول وانا اجي مع جال الشعيب ابا اروح للحروة اللي انا شفت الزيلة فيها يقول وجيه يقول لين قاضبت علو الشعيب يقول وانا اجي حادر مع الشعيب يقول يوم اني جيت يقولهم لا والله ان الرجال طايحن قدامي على وجهه يقول وانا قلبه يقول لذاك الولد اللي توه ظاهر ان شعر وجهه يقول ازي ما تعاين في وجهه يقول له يقول سيد ابو صيبه يقول وفيمه يفتح مثل الطوير اللي يزده بيموت يفتح فمه يقول اثرا مستعزم من الضمع لا اله الا الله يقول يوم اني اقعدت راسه يقول يقول ذا اللون اعطيه ماء ايه هسلي يقول وانا تغانم الحمار وانتم بكرامة اللي عليه زهابي وعليه يقول وانا اجيبه يقول معي سمن ومعي تمر ومعي ماء يقول وانا اخذيك السحلة يقول وانا احط لتمارة يقول وامرسها في ماء شوي يقول وانا قم اقض في حلزة يقول ولد ازيب ما تشوف وجهه يقول النور في وجهه يقول وانا قم اقض في حلزة يقول انقذها الله حطيت الاسمانة يقول انقذها الله انقذها الله يقول وقعب يقول الحمد الله ويتشهد ويصلي على النبي الحمد الله يقول مثل اجد الله مثل الشنطة مثل الخرج يقول متنجده يقول يثير فيه الاصول الثلاثة ومصحف الله الولد هذا طالب علم يبي يروح للاخوان وبيروح لطلبة العلم في الرياض يا سلاء واستهلك من الضمبن الحلاء يقول نقذته يوم الله نقذه يقول السنف تنويه يقوله غديته يقوله قيل تنويه في شعيفنا ذا وقلت يلا حيت الغانم اهنق ريبهم بعيد الليلة عشاء وممساء والله يحييكم حنهنية على جواد جواد دا العرب اللي جالبيه للرياض وجواد دا مراتيب ان تجي تروح لبن سعود في الرياض اجم معنا لين يجي مركوب تنتعارضهم حتى لا تستلك من الضمبن قالي اللي حيت الغانه اللي يقيضك لي وصخرك لي بيصخر لي غيرك يا سلاء قلت يا ابن الحلاء مضمع ومهلكة وقيض يقول شرت عليه شرت عليه قالي اللي حيت الغانه لعد سأثر لكن وصف لي وضف الارض ضف للظف عشان امشي على اه 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 يلا هالله قلت بيني علمك يقول وانا وصف له يقول وادله باللي الله ادلني عليه يقوله قال اكرمك الله يقوله يدبر من عندي يقول عقب العصري يقول ويلهمني الله يوم انه دبر قلت يلا حيت الغانه مع لهونك يقول سعن مليانه حريب معزع يقول وانا دي قلت على هونك على هونك يقول وانا اخذ السعن قلت يلا حيت الغانه هذا مطعوم مشروب قطع دربك وطرقتك لانت عصر يقول هو ياخذ الصميل يقول هو يقفي من عندي يدعي لي بدي الله يقبله يقول راح وراحت الليالي والأيام وراحت السنين يقولوا تسبرت في السن يقولوا نجي قطينا على عدن ظاهر أم على حفر العتش ولا على حد العدود اللي في فم العتش هذي يقول قطي يقول البل بتصدر البل تاخذ ربع وترد يقول عندها واحد من العياء يقول رحوله جاهزة ويقولوا بيصدر يقول والغنم عندها واحد من العياء بتصدر بعد على غب وترد على درب البدو من أول اللي انتم خابري يقول تناقشتنا والعجوز يقولوا هاوشتها يقول خذيت المشعاب يقولوا طقيتها يقولوا جو العيال يفرعون يقولوا عديت على السبيل رحول البل يقولوا خبطت بالمشعاب طقة جيدة يقولوا فضل يقولوا طقيتها الصغير رحول الغنم يقولوا فضل يقولهم لا الغنم تخاور تبي تصدر يقول والبل تبي مصدارها يقول لا والله هني يوم بلشت العيال فضلوا قلت بني علبة سيدة العجوز أنت صدري عند غنمت وأنا بصدر عند البل تسببتي علي وطقيت عيالي والعيال تفايطة وذل حين أنا بصدر عند البل وأنت صدري عند الغنم سدعي شغلت يقول وانا صدر عند البل يقول والله نيضمع والله نيضمع لكن يقول قلت ما أشرب قد يقول صدر يقول يوم五 جة لبل ذيك النقرة يقولو هي الضحي يقولو والله نيتى أبان وصلفان وسهران يقولو وأنا جي في ذيك الأرطاه يقولو وأنا جي في فضلالها يقولو وأنا نخدم يقولو أنا نخدعم هلنخدعمها يقولوه يغطي يقول ما قمت للشمس في علبة ثاني يوم والضحأ يقول وانا اطمر يقول لا عندي ابل ولا عندي احد يقول في ذا النفوت يقول قلت بيني علمك هو لو انه عود يقول اهلي قريب ما مبعيد باجيهم وانا ما قلت لا قلبي القريب ابا الحقل يقول وعندك ومن عدامت في خبه ومن عدامت في خبه وعندك وعندك يقول محترت علي القائلة يقول لا والله اني حفيان يقول ما علي حذيان يقول قوم اطمر على الشجر يقول له قام حسي يظهر مع ذاني يمنظمه وصله فوته يقول له والله هذيك الارطاءة التبيرة اللي في راس لك العرج يقول وانا تغانمها يقول وانا اجي فيها يقول وانا افسخ ثوبي يقول وانا تميزر بقطرتي يقول وانا علق ثوبي فالارطاء عشان يشوفونها العرب يقول حسي يظهر مع ذاني يقول والشجر يتعادى في وجهي يقول ميت منظمه يقول منامس ما ذقت الماء وقيض يقول وانا ادخل في الشجر هذي فالارطاء ارطاءت ان سبيرت لها فنوت يقول وانا ادخل في وسطها يقول وانا حفر يقول في برادر مالة هذي ما بعد العزاتها الشمس يقول وانا قمر سبدي على الرمله البعض يقول وانا خفت يقول يا سالم الله يقول يوم اني رقت وغطيت في النوم يقول والله انذا رفيزي اندي قبل اكثر من ثلاثين سنة رائي السعن اللي عطيتها الحليب مات انه غاب عني ليلة وحدة كما هو وكما رأيته يقول له جايني يناديني باسمي يا فلان يا فلان قلت سم قال افتح فمك يقول له يحط فم السعن في فمي يقول وانا شرب يقول وانا شرب يقول وانا شرب يقول لي انضاق سمي يقول وانا اطمر يقول في منامي يقول وانا اطمر يقول يوم طمرت يقول لا عرق يخبطه يقول تقول صابا علي جربة يقول لي اني رويان وليني نشطان يقولوا ترعتي حليب حمد لله اطرع حليب كعنه صدق اطرع حليب يقول هم لا والله اني متناشط ورويان يقول سني شار بن عنده هدي يقول وانا البستوبي يقول يقول تبا تغانم البل يقول وانا عن طريق يقول يوم انه جاء عقب العصر يقول لا والله اني ظاهر عليها في ذيك الخبه يقول معشية الله الله يقول واجي يقول واش رم من زربتي اللي على رحولي يقول يوم اني وردت يقول واروح يم المجمعة او تمير والله انا ادري هي المجمعة ولا تمير يقول واروح يمها يقول انشت شيخ اني قال لها ابن فلان نسيت الاسم الاسم تراني ناسيها ولا القصة معروفة راعيها يقول وانا اجي الشيخ قلت يا شيخ هذا اللي حصل لي وهذا اللي حصل لي واليوم واش تفسيرك لها الكلام قال يا ولدي هذي صدقت اخلصت النية فيها واحتجتها في الدنيا وجتك والله سبحانه وتعالى انقذك صدقة السر تقييميتة السوق صناعي المعروف تقييم صارع السوق نعم جملت على هذا القصة الجميلة والرائعة والله يجعلنا وياكم المنفقين يسخرنا وانت في طاعته وارضاه قصة يا ابو عبدالله في الوقف ولا في غيره اللي تبي حنا ما ناشر الطوء نخلي المجال لكم مفتوح الوقف يا اخواني يوم القيامة سابعة هي ظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله حسنت ومنهم شاب النشاء في طاعة الله في عبادة الله الحين الشباب اكثر اكثر الآن الشعب شباب صحيح وفيهم من الصالحين ما الله به علي الحمد لله شباب وشابات ورأيت منهم منهم حرص بعضهم على الخير أكثر من الكبير صدقت حتى الجامعي يخصم من من مكافاته مكافاته حق الجامعة والجامعية مثل وان بعضهم حتى اللي ما عندها إلا عشر أو إلا عشرين يتصدق بها فهذه من إن شاء الله هذه من بودر الخيرات ومن الأشياء إن شاء الله اللي الله ينفع بها وينفع الوقف وبيحتاجونها يحتاجونها فيها أبيات في التوحيد كنتم ستتكلمون أنا حطيتها كده وجدت في التوحيد على نيتي لما خلت القلم والوقت صاف اللي ثم قمت أرتب بيوت الهيض الأزاني يتل قلبي منك صافي يتل المعاويد غربين جوف بستاني قلبي من جمرا أنا راه كأنه يملي أحيل الأفكار في وقته وصدقاني أنا بقيت حق التوحيد ووقعت وحدة ثانية لكن خالها قبل خالها تروح أحيل الأفكار في وقته وصدقاني كم من رفيقين يقول أن صديق لي أصحاب لا جيت ولي أغبت عدواني لشوف وجهي يرحب ويتبه للي يضحك بوجهي ولما غبت يقفاني يدمر سلوم الرجولة زارع الغلي ما يدري إن الرجولة شان هاشاني ولا نكف وأن شاما قربه يسلي وسوال فكنها توزن ميزاني شوفي وهرق يدواها وهرق يدولي يفرح لي أجيت له وفرح لي أجاني أنزار هليت به ونجيت هي هلي أخوان تفرح قلوبه وتضحك سناني حبا على المنهج التوحيد متعلي صحبه ونصح وتوجيه وبرهاني مثل العسل من حلا حاليه متحلي ما يبتوصل على أحياني وتخرب أحياني الطيب وهله قرح نصافي ينزلي ولا الرخامة تجيك أشكال والواني خل الردي في طريقه جعله يولي ممشاه عارا على الطيب ونقصاني الخايبة كب قربه وابعده زيلي در الوبا من نزلها شد وابياني صح لسانك واحتل الأشياء بغيانا ذيك وجيت بهذه وهذه أطير ما هذا كله الله يجمل حالك والسامع تفضل يا عبتا تفضل يقول جشاي للدنيا على متن وذراع أنا رميت بها تحت سمر خفي جربتها ما بين شاري وبياع فراي راسي والفعل فعل كفي أصحاب كلف ألفين من كل الأنواع ما بين راعي مصلحة وامتحفي لاجل لزوم وصارت أخماس وارباع عن جملة الأرقام واحد يكفي لجل كذا صبري على الناس ما طاحت تعدو دلمة من الما تجفي هذا أسلوب ما تصنع تصنع على المقبلة الحب والمقفية يقفية طيب زرعا يحصده كل زراع لو يختفي الزراع ما هو امتخفي أحد يموت وحيي ذكره على القاع وحده مع الحيين كانهم توفي الله الله وكانهم مع الحيين وحدهم يموت وحيي ذكره على القاع وحدهم مع الحيين كانهم توفي وحدهم مع الحيين كانهم توفي الله يحينا وإنتوا حياتهم طيبة الله الله والحياة هي حياة القلوب وحياة الدين الله يجعنوا إياكم من هلها الحقيقة أن الحلقة معكم ما تمل وإني حرصت أني أجي معني والله أني أبو عبد الله عنده خبر معي وعكاه والتهاب وزكار والله شوفك تعبار وإني خذيت لي حتى مسكن أن يعانوني أغفاء وأنا في التقديم أحبوه بحق الحساسية وتيجي بالنوم ولا مجلسكم والله ما يمل في ختام هذا الحلقة أنا أتقدم بالشكر جزيلا لكم كلكم أولا أن أخوي مسفر الله يبيض وجهك على الأبيات وعلى الحضور وعلى القهوة وعلى الكرامة اللي دائما تجي نابه وعند هذا علمك الغانب الله يرفع أدرك ونجل من بعدك أبو عبد الله منيقول سالم شكرا يا أبو عبد الله وبيض الله وجهك والله يجمل حالك وأنت وبيض وجهك وجه الجميع وظهور ولا باش والله يجمع لك بين الأجر والعافية آمين عفتان حضورك مميز وكلامك مميز ولا يسدنا منك هذا الحلقة الله يطول عمرك عندك ما يجملك ويجملنا الله يطول عمرك فهو الكرامة وما قصرت ولا يطول عمرك الله يحييك شكرا لك يا نوفي على الحضور شكرا لك على الكلام الطيب شكرا لك على الالبداع الله يعجيك ويبارد فيك ويطول عمرك من يقول سالم أبو سعود الله يبيض وجهك وجهك ما يلام وبيض الله وجهك لحضورك المميز على كريزماك المميزة وأشكر هالضيوف المباركين الجميلين بجمال مشاركاتهم ونشكر المشاهدين من أمام الشاشات لأنهم هم البور والدافع لنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قدمنا ما يفيد وما هو جديد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا إنه على كل شيء قدير وأشكر الضيوف مرة أخرى وأشكر أخوة عفتان من سعد بيض الله وجهك لنتهي في الأمس مستجاب وقال لي الشرف أني أطلع وأطل عبر هذه الشاشة المميزة شاشة الواقع وبرنامج مجلس النشامة اللي ما يجمع إلا النشامة اللي مثله شرواء وشرواء من عندك شرواء كطيق الله يحييك يحييه يبيض وجهك ووجهه ووجه من يسمع أخوي محمد الهوامل شكرا لك يا طلعمر العفو يا أبو عبد الله الله يسعدك وشكرا لك أنت وكتب أجرك ورفع قدرك وليوم الله أسعدتنا بالحضور اليوم ومشاركة الضيوف اليوم اللي أسعدونا بوجودهم بحضورهم صلى الله عزول أن يشفيك ويعافيك وأن يجزيك خير الجزاء وأن يكتب خطواتك ويرفع درجاتك في الدنيا والآخر آمين يا رب العالم شكرا لكم جميعا شكرا لكم أنتم متابعين الأعزاء سؤال الحلقة لا تزوجه خلفه سؤال الحلقة إيه كويس يا أبو سعود أبو سعود ممتاز بغينا نضيع سؤال الحلقة كسب خبرة إعلامية أبو سعود مديرنا ومعلمنا أبو سعود مثل المهيّل اللي ما ينص برعاً أنه يجعل لا يجعل الله يطول أمرك يبارس فيك خابري مطالباتكم دخوله في العداد يبو عبد الله قبل أيام طالبون يدخلوا بصعود في العداد أي عداد تقول يحتاج أن يشارك في العداد يبو عبد الله هو مديرنا كلنا هو يامر علينا كلنا سؤال الحلقة نذكركم أخواني المشاهدين من هو مخترع التلفزيون والحقيقة وردنا يعني أكثر من ألف جواب فيها جو ولا ما فيها والله أعلم كذلك الحين لا الجواب الناس عنه مرسلوه يقولون مخترع التلفزيون هو جون لوجي بيرد جون لوجي بيرد عزل أن يجمل يتجمل جون طبعاً كثير شاركوا لكن أختار الأخت المشاركة اللي حاضرة اسمها نونا نونا جوابك صحيح وتهدي المية والخمسين نقطة للمتشارك تركي السبيعي سجلوا مية وخمسين نقطة التركي السبيعي شكراً يا نونا شكراً لكل من شاركنا بالهاشتاك شكراً لكل من تابعنا شكراً لكم أنتم والأوفياء خلف الشاشات اللي يتابعون هذا البرنامج وأنتم بعد الله تعالى سر نجاح هذا البرنامج نتمنى أنكم قدمنا ما يرضي الله تعالى عننا ثم ما ينال على استحسانكم يقل الشر يستخدمنا ويستعملنا أنتم ويحنا في طاعته وارضاه ويجملنا بالعمل اللي يرضيه عننا يوم نلقاه الله يوفقنا وإياكم نلتقي بكم إن شاء الله غداً مع أحد الزملاء أخوي عبد الرحمن القحطاني سوف يكون معكم غداً إن شاء الله الخميس وبعد غد اللي هو السبت بإذن الله تعالى على نفس الموعد وأنا ألتقي بكم بإذن الله أنا وخياي يوم الأحد القادم نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم أيها الأوفياء شكراً لكم